موسيقى إيا دولادا سوماليا ايو ودقر شاق كولي ريقالي نيسو غان عصد تادا إيا شركادا عالميقاه إيا دونا إيا إناي مالقالي نكسام ايان ودقا سوماليا ايان دوان هسشيز إسفهم إسكاش يهدا لحر إلا وحاقو لندن كولا حمري دولادا سوماليا إيا ولبا روكتا اللوغمقا عابو يوروبيان سوماليا بيسنس جامبر واتن وربحان عرنتا سلاح يرته او كولا باللاران اي انشيز إسفهم إسكاش يهدا اما مومراندم اف اندرستان الكوكولا سيحدا دولادا دحيئ ودقا سوماليا إيا ولبا روكتا قنعسيقا اي يوروبيان سوماليا بيسنس جامبر ايا وحا لوغبتاي كالتن كلاب او احرون اي استعمالان حزبقا حكوما ودن كان بريتان اي كونسرفاتيب بارتي وحانا كلن كاسي سيدو كلاسون اوين لوغو سمي يي دانجريا ها سوماليا افر ليا ودد كان بريتان عبدالله محمد علي وحا هدابا إشيز كاسي إسفهم إسكاش يهد كاسي او كلاسي حاي لبدا لنا دانجريا عبدالله محمد علي او كسعدي دولادا دحيئ وددكا سوماليا إيا ولبا توني بالتري او إساقوا قدومياها روكتا قنعسيقا يوروبيان سوماليا بيسنس جامبر أهل نحلمان كاترسان بارلمان كاودد كان بريتان صحيحة سي اكدب ايها اللبدا لنا وحا اي هل كاسي كجيديا هذا اللوكال دون او لحريرا إسفهم إسكاشيات كاسي إيا ولبا سونا وينتا لوسم ييي تنجيرها ها سوماليا افر ليا ودد كان بريتان has been doing fantastic work here in london and actually has altered his schedule so that he could be here tonight with us that means going back to Mogadishu tomorrow so we're really really grateful Excellency for you being here tonight how are you Ian? I'm fine thank you yes please could you tell me what the event this was about the event tonight was to welcome the ambassador to the UK and to express to the international business community that Somalia now has a diplomatic representation first time for two decades and to introduce them the opportunities in Somalia which is developing on a weekly basis I've just recently turned two weeks ago from Somalia where the amount of business opportunities are increasing on a monthly basis out there we know you are a member of the Somalia and European business chamber and you are organizer of this event please could you tell me what is the activity of the European Somalia business chamber the European Somalia business chamber is an organization that was set up to organize introduce and facilitate contracts for the European business community in Somalia good and you told me you come back from Somalia capital Mogadishu two weeks ago yes how is the situation of the Somalia capital in 12 months since I last went there it's improved incredibly the atmosphere the feeling of confidence and opportunity it's just a completely different place than 12 months ago it's quite remarkable thank you very much you're welcome thank you thank you wow thank you thank you thank you please thank you you thank you you thank you thank you thanks thanks who التواصل السياسي يوانا وانا او رون بقور مرور دبلوما سالونا نحن غفر حسنه يكب نكو عندماقول مجانا تقول إنه الناس فهذا لنا نعام صوماليه هي قل بها تسياسي خاد consciousness تحفي بها اي شعور إشري بأن هذا شعور شعور نحن غفرène حفلا وين بلعوة تجوئي آد ونعقسان وين ممكن دعوة تجوئي آد في عم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر احسن جعله قريبا نحن جعله شعوب السومالي يوجد عالية الدولية خلال تحديث شعوب السومالي وحسب شعوب السومالي وتقدمات القرآية لا تتخلص يتخلص السياسة سوميا. ولهما يتخلص السوء المتحدة إلى الفلاة من أمام المتوني السيري لذلك فهل يزشد السياسة وارساة. يجب أن أتواجهم أيها اليوم أن يقوم بسيطة إسمائية وكل أفضل في عام الأن المال أن يكون من المنفقات الارضة أحد أشياطية هو سودت في عام شهابه ومعارض ، وهو من التعرض وبفرد الطريق المنفقات الارضة ومعارضة إسمائية إلى العالم والأمراء الجديد فستعلني محاولة يعني إنه عدد أخوشاق الرنكاس نقول بالذي أمباشتور لأدوماясن ونحن ذكرت أن الشركة والدونية من سوماليا التي نتبه في ذلك ونحن في الحديث تجول وقعنا عملنا سنحن لا يمكننا إدارها للحاجة أكثر من سوماليا شكرا لكم الخيارات هي جاولة جدا من جميع رجالة و هي جانب نظر و هي مقرية و هي جميع الدعم و هي لما تزال بجميعان أعتبر حسب التي يتم ازارات بلندن و هي حول المساعدات التي تصلاحها نبي جسو مالي سوچ راي حسن شاق احمد عبد تلفجيك سو مالي چنل برتمحة مقالة لندن